اشتركوا في القناة تقدمها الكثير من الدول الحكومات المؤسسات المنظمات عندما تنتهي الأعوام تنتهي آخر أيام السنة يقدمون كشوفات سؤال اقتصادية اجتماعية سياسية أمنية عن ما حدث ويحدث في ذلك البلد أو هذا البلد ومن ضمن هذه الإحصاءات ونحن ودعنا قبل شهر أو أكثر عام 2021 الأحصائيات صدرت عن العراق ومكثر الأحصائيات التي تصدر عن العراق لكن من ضمن هذه الإحصائيات التي يمكن أن نتحدث عنها والتي تشير إلى واقع الخراب والكارثة التي حلت في العراق الحقيقة الأحصائية قدمتها وزارة الداخلية الحالية تحدثت فيها عن عدد المنتحرين في العراق خلال عام 2021 العام الماضي وقالت أن معدلات الانتحار ارتفعت مقارنة بالعام السابق يعني عام 2020 تحدثت وقالت أن عدد حالات الانتحار المسجلة فقط المسجلة فقط أو كرر هذه في عام 2021 بلغت 772 حالة بمعنى أن عدد حالات الانتحار اليومية إذا ما قسمت على أيام السنة أكثر من اثنين حالة يوميا ينتحرون في العراق وهذه كارثة كبيرة يعني بحدث هذه فقط المسجلة وأهل العراق طبعا مثلما تعرفون مجتمع عشائري مجتمع لا يقبل في هذه القضية مجتمع له تقاليد دينية له محرمات دينية لا يقبل بالانتحار وبالتالي من العيب أن ينتحر أو تنتحر فلان أو ينتحر فلان لانتحر البنت أو الولد أو الصبي أو الرجل الكبير ذلك الكثير من الحالات لا تعلن أضعاف هذه الحالات لا تعلن لا يبلغون عنها يبلغون أنه موت عادي أو فقدان أو هكذا وبالتالي هذا العدد المسجل لا يعني إلا ربما نصف أو أقل من نصف ربع الحالات الحقيقية وبالتالي أنت أمام عدد كبير وكارثة كبيرة في العراق الوزارة وضحت أن حالات الانتحار تتزايد من عام إلى عام أنه نسبة تحدثت عن نسب نسبة المنتحرين دون سن العشرين سنة ستة وثلاثين فارزة ستة بالمية ومن يعني عمر عشرين إلى عمر ثلاثين سنة نسبتهم المنتحرين ثنين وثلاثين فارزة ثنين بالمية ونسبة الذكور بلغت تحدثون هكذا خمس وخمسين فارزة تسعة بالعشرة بالمية فيما بلغت نسبة الإناث أربعة وربعين فارزة ثمانية بالعشرة بالمية حالات الانتحار بين المتزوجين بلغت أربع أربعين بالمية بنسبة أربعين بالمية طبعا هذا كله يشير إلى أنه هناك خلل كبير هناك أزمة كبيرة هناك كارثة كبيرة في العراق مثل ما قلنا أنه هذا العدد المعلن فقط أما العدد الحقيقي فهو عدد كبير ويشكل كارثة معلن بحقيقته لأنه مثل ما قلنا مجتمع يعني دينه لا يقبل بالانتحار لا يرضى بالانتحار يحرم الانتحار أشائريا مجتمعيا أخلاقيا لا يقبلون بهذه الحال لذلك لا يبلغون عنها فربما هذا ربع العدد الحقيقي والعدد الحقيقي عدد مهول فبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة تتعمق وتزداد معدلاتها يوميا هذه يعني تدلل على أنه هناك خلل كبير في المجتمع هناك غياب الرؤية الصحيحة هناك غياب التوجهات الحسنة ما أدى إلى التفكك الأسري هذا الحقيقة فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي الانقلاق وصول الناس وصول البعض إلى حالة من اليأس حالة من غياب الطموح غياب الرؤية الانسداد أمهم انسداد الآفاق الرؤية ليس لديه رؤية هذا كلها يعود إلى طبيعة النظام السياسي طبيعة الحياة السياسية طبيعة حياة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها والتي تتنعكس على الحياة الاجتماعية في العراق وضع العراق منذ 11 سنة من خراب إلى خراب من كارثة اقتصادية إلى كارثة سياسية إلى كارثة اشترك وبالتالي كلها تنعكس على المواطن والمواطن عليه أن يتحمل كل هذا الضيم يتحمل كل هذا القهر يتحمل كل هذا الأذى والمجتمع يعني يقاوم بكل قوتة لكن يصل إلى حالات يدفع يعني ثمنا لهذا الضغط وجزء من هذا الثمن هذا الانتحار وزارة الداخلية تحدث عن حالات الانتحار وقالت أنها عدد دراسة يعني دراسة شاملة ومختصين لهذه الظاهرة وسمتها ظاهرة وهي ظاهرة فعلا ووعطت توجيهات هذه التوجيهات للحد أو لإنهاء هذه ظاهرة الانتحار إنما تقرأ هذه التوجيهات أو هذه النصائح أو هذه الرؤى التي تحدثت عنها وزارة الداخلية العراقية تضحك وتبكي في نفس الوقت لأنه إذا كانوا هم ينظرون إلى القضية بهذه النظرة الساذجة النظرة المسخ يعني على العراقين السلام يقولون أنه يعني هذا يتعلق بأنه دعم نفسي غير موجود للمواطنين أنه هذا وزارة الصحة تقوم بي يقولون أنه يعني العراقين ما يمرسون لهوايات الرياضية وهذه وزارة الشباب الرياضة يجب أن تتولى هذه وجوانب قضائية وشرطاوية ودور وزارة التربية لأن وزارة التربية كل ذلك صحيح إذا كان الإطار السياسي الحاكم والنظام السياسي الحاكم والاقتصادي الحاكم للعراق مفبوط أنت تبحث عن هذه الأسباب إذا كان النظام هذه تعتبرها حالة شاذة ظاهرة شاذة لكن عندما تكون حالة طبيعية في ظل ظروف شاذة تكون حالة طبيعية ومناسبة لهذا الظرف الشاذ نحن في العراق لدينا كارثة سياسية لدينا كارثة اقتصادية لدينا كارثة أمنية لدينا ضياء للأمل غياء للطموع فبالتالي المواطن الناس البعض من ضعيفي القدرة من ضعيفي الإرادة من ضعيفي الدين يذهبون إلى هذا الاتجاه وهذه رؤية وزارة الداخلية ذكرني برؤية رئيس الوزراء السابق عدل عبد المهدي عندما جاءوا إليه وقالوا أنه أعداد المتحرين كثغت وسعل يعني ما هي طرق انتحارهم قالوا أنه كثير منهم يرمون نفسهم من الجسر الفلاني قال لكي يحل المسألة قال ارفعوا يعني جدارس الجسر الجدار المحيط بالجسر ارفعوا لكي لا يستطيع لأحد القفز من وراء هذا الجدار ويذهب إلى النهر وينتحر لاحظوا لاحظوا يعني غياب العقل وغياب الرؤية ويعني هوان الإنسان بنظر هؤلاء وسخافة الرؤية هكذا دعوني أقول لأن رؤية بهذا الشكل رؤية غير إنسانية غير حضارية غير إنسانية غير أخلاقية غير غير دينية أنت تذهب إلى رفع الجسر ليش ماكو جسور غيرها ماكو بناية الشاهقة غيرها ماكو طرق للانتحار غيرها فقط هذه الطريقة وانت منعتها كان المفروض أن يسأل لماذا ينتحر أهل العراق لماذا ينتحر بعض أهل العراق هو هذا السؤال وبالتالي تعالجون المشاكل هناك مشاكل سياسية كارثة سياسية هناك مشاكل كارثة اقتصادية وكارثة أمنية وكوارث كبيرة يعني يبحثوا عن السبب الحقيقي لماذا ينتحر أهل العراق لماذا يهجر أهل العراق لماذا يصابون بالأمراض لماذا يتركون بالتعليم لماذا هم فقراء لماذا البطالة هذه كل الأسئلة هي الحقيقية التي تصل بالنتيجة إلى أن النظام السياسي نظام خرب مخرب مدمر بدستورة بعملية السياسية بكل قوى بكل أحزاب التي تدعي الأصلاح والقدر على أن نهضب البلد هذا واقع الحال وهذا واقع العراق وهذا هذه جزء من صور أو هذه صور متعددة وقليلة من صور الكارثة الكبيرة التي حلت بالعراق منذ عام 2003 حد الآن أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير وأنتقيكم في حلقة الأخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر